اشتركوا في القناة مع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم هناك ودية لمنتخبنا السوري مع منتخب افريقي او مع منتخب اسوي ومن الممكن ايضا لعب المباراتين مع المنتخب الافريقي ومع المنتخب الاسوي والاتحاد الرياضي يقول انه بنسبة من 70 الى 80% ستكون هناك مباراة ودية لمنتخب سوريا قبل بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم صراحة العمل جاري لتأمين مباراة ودية قبل بداية التصفيات وفي خبر يخص منتخب والخبر يقول ان الكابتن نزار محروس كان في اليومين الماضية في دولة الاردن الشقيقة للاطلاع على الملعب التدريبية لمنتخب سوريا وللاطلاع على الملعب الرئيسي الذي سيكون ارضا لمنتخب سوريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم شكرا لاشقاء الاردنيين على الاستضافة الجميلة وشكرا للكابتن نزار على العمل الكبير المذول من اجل منتخب سوريا الخبر الثاني اليوم ما هي اخبار لاعبين منتخب سوريا المستدعين للمنتخب مثل عبد الرحمن ويس وخليل الياس والياس هدايا بحسب أيضاً الإعلام القدير لطفي الأسطواني في قناته على اليوتيوب لطفي بريس أن الاتحاد السوري لكرة القدم قدم دعوة رسمية لللاعبين لتمثيل منتخب السوري علماً أن نادي أوفي اليوناني الذي يلعب لديهم لاعبنا عبد الرحمن ويس أعلن استدعاء عبد الرحمن ويس إلى منتخب سوريا يعني إن شاء الله كلها إجراءات روتينية ويكون الثلاث لاعبين الياس هدايا وعبد الرحمن ويس وخليل ياس لاعبين لمنتخب سوريا على ما أظن أن اللاعبان خليل ياس وعبد الرحمن ويس سيكونان ضمن أساسيات المنتخب والحارس الياس هدايا سيخضع لمرحلة تجريب قبل إلحاقه بسرب النصور الصراحة الياس هدايا برأيه ومهم جدا للمنتخب كونه صغير بالعمر يعني مستقبل الحراسة السورية ولكن الحارس وحامي عارين منتخب سوريا براهيم عالمه حارس قوي وأمكانياته لا يستهم بها أبدا وفوق كلها حارس خبره والصراحة مثل هيك بطولات قوية تصفيات مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم نحن بأمس الحاجة للعب خبره بالملعب يذهب الخوف من اللاعبين المنتخب السوري ويوجه اللاعبين بخبرته بما يخدم المنتخب السوري وبما يخدم مجريات اللقاء فبرأيي أنا أتمنى إشراك إبراهيم عالم بالبطولة القادمة مع جلب خليل لياس والاحتفاظ بمكانه بمنتخب سوريا هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته